إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا من ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ومغفرته أن يجيرني وإياكم منها عباد الله قال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يقول الحسن البصري بعدما أن أراد كفار مكة إما أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يطردوه أو يحبسوه أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إيذانا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرا له بأن يهاجر من مكة إلى المدينة لهذا قال قتاد في قول الله سبحانه وتعالى وقل ربي أخرجني مخرج صدق أي أخرج من مكة ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن هذا الأمر لا يكون ولا يطاق إلا بسلطان من الله سبحانه وتعالى دعا الله سبحانه وتعالى بأن يكون الله سبحانه وتعالى له النصير فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما أخبر الله سبحانه وتعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الهجرة سبيل الأنبياء فقد هاجر الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا أبونا إبراهيم عليه السلام عندما أرادوا به كيداً قال الله سبحانه وتعالى فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فعندما رأى لوط عليه السلام عمه إبراهيم عليه السلام قد أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار فقال الله سبحانه وتعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين فالهجرة هي سبيل الأنبياء وكذلك موسى عليه السلام هاجر وأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة الهجرة سبيل النجاة فقد تبين أن الهجرة هي سبيل النجاة من البغاة ومن الأعداء ومن الطغاة ومن الظلمة فأمر الله سبحانه وتعالى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وفي الهجرة فيها المنافع الكثيرة وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الذي يهاجر ويريد بهذه الهجرة مرضات الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له من يعينه وإذا اجتمعوا الناس حوله قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم وقع أجره على الله وكان الله غفورًا رحيما فالهجرة سبيل النجاة والهجرة هي سبيل الأنبياء فالهجرة هجرتان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فقال الهجرة هجرتان هجرة من بلد إلى بلد والهجرة الثانية هي هجرة القلب من غير الله إلى الله ومن محبة غير الله إلى محبة الله ومن رجاء غير الله إلى رجائه سبحانه ومن خوف غير الله إلى خوفه سبحانه ومن الخشوع إلى غيره والخضوع إلى إليه سبحانه وتعالى لهذا ألف ابن القيم كتابه القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين طريق الهجرتين أي هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله والهجرة إلى رسوله لمتابعته والتأسي به ومعرفة شؤونه صلى الله عليه وسلم وفي شؤونه كلها من عبادة ومعاملة وأخلاق فيهاجر العبد ليس ببدنه وجسده فقط فلهذا يقول ابن القيم فإن هجرة القلب هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل ما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بأبدانهم وجسدهم وقلوبهم معلق بغير الله إنما هاجرت قلوبهم فهاجرت هذه الأجساد من مكة إلى المدينة فلهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان يختلف من رجل إلى رجل ومتى رأى أن هذا البلد هي أطوأ له تقوى لله سبحانه وتعالى وخشوعا له استقر بهذا البلد فلهذا كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي يقول لها لما إلى الأرض المقدسة فكتب له سلمان إن الأرض لا تقدس أحداً إنما يقدس أنما يقدس العبد بعمله بعمرك تقدس فيقول ابن تيمية عند هذه القصة يقول لهذا كان سلمان أفقها من أبي الدرداء في مواضع ومنها هذا الموضع أقول قولي هذا وأستفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قد أظلنا شهر الله المحرم وقال أبو عثمان النهدي كانوا أي السلف يعظمون ثلاثة عشرات العشرة الأخيرة من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من محرم وفي هذا الشهر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفي هذا الشهر عاشراء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وقبل المدينة في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وعندما جاء المدينة رأى اليهود يصومونه وأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه فعندما فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان أصبح هذا اليوم مستحبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم أنه يكفر السنة التي قبله يوم واحد يكفر سنة من الذنوب وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخالف اليهود قال لئن بقيت إلى قابل لأسمن التاسع والعاشر فقال العلماء يستحب من أراد أن يصوم عاشراء أن يصوم يوما قبله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يغفر الله سبحانه وتعالى له اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا أما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا عليها يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أجعل هذا البلد آمن ومطمئن وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخم الصلاة